اشتركوا في القناة تضغط هنا لنشباوت لنشباوت عفوا بعدها تفتح هذا المجلد بتلاقيه حتى بنفس الترتيب عندك وبتدخل على ديسك اتوليتي هذا الخيار تدخل عليه هذا الخاص في الهاردسكات اذا كنت ناوي اتفرمت هاردسك طبعا له وظائف كثير ان شاء الله بنشرحها لاحقا لكن شرحنا الان هو لتنظيف جهاز الماك او لاصلاح الاخطاء في جهاز الماك لعملية تسريعه تختار هذا الخيار اللي هو فرست اي اي دي هذا الخيار اللي عليه علامة سماعة الاطباء وبتسوي run تضغط على كلمة run خلاص كذا شيك عليه وان شاء الله بتلاحظ الفرق في جهازك طبعا انصح تسوي هذا العملية يعني كل شهر تقريبا كافية بتكون ان شاء الله يعطيكم العافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب على المقطع ونشوفكم في دروس جاي اذن الله